بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله ازايك يا حبيب اعملين ايه كل سنة وانتم طيبين وتعاد عليكم الايام بخير يا رب اه النهاردة بقى هنعملوكم سنية رؤاء باللحمة المفرومة بس بقى ايه هنشوفوا بقى ايه التراوة اللي فيه وازاي تخليه طاري كده ومورق ومفهوش غلطة اه وهتشوفوا دلوقتي بعينك ترويق يعني التراوة اللي فيه خالص طاري جدا 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 بسه اه وعملو سهلة جدا ومفهوش اي صعوبات بسه حتى اللي هناك المحمرة اوترية ازاي بسر واحد بس اه هتعرفو في الفيديو تابعوا الفيديو معايا حبيبو وتتعرفوا كل التفاصيل اه نخش طبعا في مقادير على طول بس بقى المقادير ايه اه نصف كيلو لحمة مفرومة او رابع زي ما حسب الكمية اللي انت في عمليها ودي وصل كمية بصل حلوة يعني ننص كيلو تقريبا برضو ودي وات البهارات اه ملاء الدجاج وابهارات اه لحمة يعني وتتسمع بهارات وقرفة وحبة اللي بتاع اسمها ايه ديت اه جسد طيبة وورق الراور وطبعا الملح والفلفل ما نننسوهمش والرؤية اول حاجة هنعملها بقى حبيبي هنعصج اللحمة اه انا كده بحط الاول البصلة هشوحها شوية بحبة فلفل وهحط عليها طبعا البهارات بتتشوحها الاول بشوية اه فلفل هشوحها الاول كويس اوي جدا وبعد كده ايه هنزل عليها بالبهارات اللي انا قلتلكو عليها وطبعا يا حبيبي احنا حطين ملاء الدجاج فاي اكلة لازم ينطب لنا بالملح عشان خاطر ما تبقاش حد معاك الاكل اه هحط بقى البهارات واشوحها كويس اوي كنت راح اجيب بس السكين عشان خاطر اعمل جسد طيبة ابشرها لاني مش لقى المبشرات التانية فايه الجيش قال لك ايه اتصرف بقى فانا اتصرفت وجبت السكينة اعملها بيها وبرضو انا عاميتها ما بكترش منها ولا حاجة يا حبيبي يعني هي حاجات بسيطة كده بس تدي طعم للاكل وخلاص ويهنزل بقى ايه بقى البهارات اشوحهم هفرق بس الجسد تاعة الملاء الدجاج دي هفرقها بس بيديها عشان خاطر ايه اه تفك بسرع يعني مع الاكل وهقلبها بقى ايه كويس اوي وبعد كده ايه حبيبي هنزل بايه باللحمة يعني على طول مش هغيب على البصلة اه البصلة بشراها عادي بالمبشرة فانت حابة تفرمها بيديك عادي ايه واحطهم على جنب كده عبال بس ما احط اللحم عشان تاخد صدمة وبعد كده هقلبهم في بعضها عادي يعني هقلب بقى حبيبي ايه افك اللحمة كده مع النار طبعا النار تحتها حامية مش مش وطية ولا حاجة هقلبهم بقى في بعض كويس قوي عشان خاطر بقى ايه يندمجوا مع بعض وطيب كده بقى حاجة هحط بس ايه الملح ايه حافظه بس كمية طبعا بسيطة خالص عشان انا عامل حسابي ان انا هحطة مرأة الدجاج وهحط بقى كمان رشة فلفل كمان عشان حس ان انا الفلفل كان الاول من شوية ما كانش كتير وخلاص كده بقى واسبهم بقى ايه مع بعض يطيبهم وبعد كده ايه اروح بقى اعمل الرؤية اه معلش الكاميرا واقعت في اللحظة دي معلش حبيبي ايه هنا بقى ايه اللحمة خلاص طابت واستويت كده بقى ايه دي كوان طابت بس بقلب بس فيها شوية وبعد كده بقى ايه هركنها هركنها بقى حبيبي على كده بقى حبيبي هركنها بقى على جنب الغت لما ايه اشوف هعمل بقى الرؤية وهدوسه ازاي هنا بقى حبيبي طبعا مجهزة الشربة لان الرؤية عيد شربة اه كمية الشربة مش كتيرة عشان خاطر ما تبص منك عالفاض يعني انت ممكن تاخذي في الاول كم كبشة كده سياعني وبعد كده ايه العوس ازود باتهن الصينية سامنة على زيت يا حبيبي طبق اللي هناك دوت في سامنة على زيت دهنة خفيفة كده عشان خاطر بس ايه الصينية تبقى من تحت بتحمره وحلوه واقدرون حلوه اه وهجيب بقى الرؤاء بصوا انا جيت اعمله هو كبير كده والحلة صغيرة فلاقيت الموضوع صعب فكسرته انا يعني عادي لما يتكسر منك عادي خالص فكسري عادي وحطي وهو اصلا كده كده لما بيضيب بيبقى حتة واحدة اه وهتهن بقى يا حبيبي بقى ايه احط الرؤاء بالشربة كده وما تخافش انا مش بكوب بشربة كتير ما تلاقيش خالص اه هي بتوعوز الشربة بس مش كتير يعني انتي حاولي ايه على قد ما توصلت كده يعني عشان هي دوقتني اللي هي الزغاية كبيرة دي دوقتني فقلت لأ بعد كده انا هكسره انا وحطه عدم تكسر مش 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 مشكلة او كمان اعتقلوك يا حبيبي ايه ان اه بين يعني بين رؤاء ورؤقتين او كده ايه نتهن رش يعني دهنة سمنة وزيت بسيطة خالص كده عشان خاطر ايه تدي له ايه اللي هو ال بقى مورق وكده يعني بقى مورق كده محاكي وبطعم وحلو والسمنة فيدي طعم حلو والزيت بيدي ارماشة برضو بيدي تستحلو يعني ما ايه مستمنة بس بيبقى حلو قوي هيعجبكو جدا مجربة بالطريقة دي وهيعجبك كده بقى يا حبابي انا ايه بتهن بقى هكمل بقى يا حبابي كل الطريقة دي كده رجات و ايه نفس ايه النظام ده همش عليه بلغات لما خالص بس ايه شوف انت عادة بقى تعمل لك يعني كام الصمك بتاع الرؤاق وكده وانت بقى ايه هتلاق بالنظر كده تحس لأ كفاية كده فحط اللحمة فانا خدت العلبة بتاعت على بعدها عملتها على مرة يعني النص فوق ونص تحت طبعا في النص هتتسم اللحمة هكمل بقى يا حبابي بالطريقة زي ما انتم شايفين كده وهارجع لكم تاني الشربة طبعا بمالح وفلفل يعني شرب اللحمة عملاها عادي يعني بالطعامة فالرؤاق معك مش هيبقى عادي ولا حاجة بالعكس هيبقى طعم جميل جدا. اه طبعا وكمان بحطوا بهارات على الشربة بتخليها طبعا تعمة اكتر. وطبعا انت عارفين طريقتي في عمال الشربة اللحمة بتبقى آآ خرافة. عملك بقى حالها معاكم بطريقة اديد وزا ما انتم شايفين بحط آآ فيديو العزومة. آآ السمنة هوت. طريقة حلوة بتخلي اللحمة خلاص بقى محتاجة اللحمة معاك سمنة كده وآآ او سمنة على زيت. هاتحين بعدها هنا بخفيفة خالص يعني مش بكتر وفيها اشغل. وبحب بحط على الحروف آآ وانا بحط السمنة عشان تخليها اللي مقرمشة بحبها مقرمشة شوية. بس انا عملكوا الطريقة دي تخليك طريقة جدا جدا جدا. كده بقى حبابي احط بقى اللحمة. سو. آآ هفرتها بقى بس بحاول على قد ما تقدر ما تجيبهاش على الحرف يعني. خليها اغلب اللحمة في النص بس. كده زي ما انتو شايفين كده انا بفرتها وبحاول ما اجيبهاش على الطرف باجيبها بس ايه متل النص بس. عشان ما دي تقطعيها يعني ما توقعش منك وتتفرفط منك يعني. كده بقى حبابي هكمل بقى ايه الرؤاء بنفس الطريقة وفي الطبقة اللي فوق الاخيرة. طبقة اللي فوق بقى كده ايه هاتحن برضو بنفس الطريقة بالزبط هاتحن الرؤاء شربة اطري بيها ومش كتير ايه مش بغرقوا يعني جيد. عشان الخاطر بس ما يعجنش منك. هكملوا بقى كده بنفس الطريقة حبابي وايه وهرجع لكم برضو. ان شاء الله. طبعا لو تفرجت على على الفيديو الحدي هنا ما تنسينيش في اللايكي حبابي والاشتراك. بتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد مني ان شاء الله. كده ايه انا قلت بقى هخلص بقى عشان انجز فحط بحطه كده وبقى وبطلعه على العطول ما تلاقيش يعني مش بالحق اخليه شربة جامد. ومش هيترا منك ولا حاجة. هكمل بقى كل الطريقة دي كده وهرجع لكم ان شاء الله. كده يا حبيب بعد ما خلصتها. كده انا خلصت كل الكمية. حاتهم بقى وشها ايه ايه سمنة وزيت كده وحاول حط على الحروف اكتر حاجة. بحيس انها تبقى ايه من حمارة وحارة. زي ما انتم شايفين كده انا مش بحط كتير ولا حاجة دي هبلفرشة وبنفتها قبل ما شيلها. يعني انا مش حطي سمنة كتير خالص على على الرواق دوات خالص يعني من كمية لا تذكر. يعني يعتبر معلقتين سمنة بالكتير. فهيه حطها بقى حبيبي في الفرن وهرجع لكم ان شاء الله وهي متحمرة. بصوا بقى هي كده متحمرة. بس حبيبي نشفة اكيد يعني بتلعها من الفرن بتلاقيها نشفة. فهنعمل ايه بقى? هاجيب بس كبشة شربة. كبشة صغيرة خالص. بصوا قد ايه? وهحطها وارشها على الوش كده زي ما انتم شايفين بس الايه اللي شربة تكون سخنة وهي سخنة. وهغطيها على طول بغطة. مش هستنى حاجة يعني على طول وهي سخنة والشربة سخنة. كبشة صغيرة وهغطيها على طول. كده يا حبيبي بصوا بعد ما طلعت اا بعد ما بردت خالص وهدد بس التروى اللي فيها. طحفة طريقة جدا. وطعمها طحفة تعجبكم جدا يا حبيبي وكل سنة وانتم طيبين يا رب ويعوعد سيدة عليكم. في امان الله.